اذا فهم يريدون بروتين للشعر أو الكيراتين أو أي نوع من الإصاج كي لا يطبقوا شعرهم ولكن لا تتعلم ببعض الحويج في فضل فيديو تواصل معكم الخمسة الحويج التي تعرفونها قبل أن تقوم بروتين للشعر سلام عليكم و انا اشترك فيديو شديد في القناة ، مهوز الحلقاء انا شاء الله شاء الله أشكركم ببعض الصباح لكم وقل بالتعامل اول مرة تراكم و قناة مهوز الحلقاء أريد أن تساعد في مجال الحلاقات بصيفة عامة هذا هو بطل التحديد اشتراك وفعلوا زر الجرس على الأخوة كيف يمكنك الوصول لكم جديد قبل أن نبدأ هذا الفيديو سأضعنا شخص في الفيديو دعونا كمانترين لكي تشاهدنا وكي تشاهدنا من هذا الفيديو ويستفيدنا من هذا الفيديو بالنسبة للبروتين كيراتين أو كولاجين المهم هل ترتيب الشعر أو الليساج الشعر لكي تشاهدنا من هذا الفيديو قبل أن نبدأ من بناء الحويج خمسة الأشياء اللي سأتشاهدون معكم في هذا الفيديو أول شيء لكي تكونوا عارفينها قبل أن نبدأ البروتين هو أن خاصة شعر لكم يكون فيه مناسب علاج فإذا كان شعر لكم قصير مثلا فأنا نصلح لكم لأن ترتيب بروتين وخدمتها صغيرة يعني فالشعر صغيرة فالشعر سيبقى مشوط وبحل ضربك طويلة وما يكون لها سلة وما يجيش معك نهائيا هذه مهمة يعني لا ترتيب بروتين وشعر لا على الأقل يكون فيه خمسة سبعة سنتيم أقل حاجة في نظري سبعة سنتيم لكي ترتيب بروتين لا يوجد بروتين وعرق لا يوجد بروتين غير وسيطا ضربك ويتم بذلك لا يوجد بتين شعر لكي لكم بعد ايضا ستغير واحد هنالك شمبون سبيسيال والليس كاراتين اما الاخير سوف اقول افضل هذا الحلقة لكن الجهاز ي emerge على البروتوية cyn 2019 سنسلفة يوجد شمبون سبيسيال سانسلفة سيكون الخالي من مادة السلفة لماذا سيكون خالي من مادة السلفة؟ لأن مادة السلفة تحييض هذا البروتوية من الشعر يعني تحييد مادة الكيراتين بالشعر يعني من الشعر عفوا لأخوة أو لا مادة البروتين تحييدها من الشعر يعني بصفة عامة فمادة السلفات فهي يعني ليس صحية للشعر سواء ما نكونوا جايرين تشيح فهيستحسن أننا نستعملوا شامبون لما فيهمش مادة السلفات لأخوة لأنها تنشف الشعر وكتحييد منه البروتين ولكيراتين اللي يكون لدينا في الشعر فمهم بزافة لأخوة إذا كنت تحييد من الشعر فهي ضروري أن تغسل شامبون بدون السلفات واحد الأضافة أخرى سوف تستعملها مع هذا الشامبون لكنك تستعملها خصوصا لك الشعر لك من النوع الذي يكون ناشف وهي ضروري أن تستعمل مع بلسم أو كونديسيوني أو مص كما يتسمى ضروري أن تستعملها مع هذا الشامبون لكي يكون شعر لك فيه البريو وليس يكون شعر لك ناشف ثالث حاجة سوف تستعملها إذا كنت تستعمل بروتين هو أنه لا يجب أن تستعمل بروتين لأنه تستعمل بروتين لكي 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 تستعمل بروتين أو كيراتين رابعاً لكي تستعمل بروتين أو الكيراتين لا يضع لكي تستعمل بروتين لكي تستعمل بروتين لكي تستعمل بروتين حتى الستشعر على حسب شعر وعلى حسب الشعر هو أنه يدعي لأنها تستعمل بروتين في هذه الأماكن بطبيعة لكي تستعمل بروتين مثلاً لكنها تحديد شعر كامل و تسلح بشيون 3 شعور طبعا سيضع لنا شعر هنا هذا الشعر الذي سيضع هنا لا يكون فيه بروتين فهذا النقطة سيكون تضل على البن لأنه كثير من الناس يمتلكون شعر كما يحبون بروتين فهذا سيكون شعر سيكون شعر ديما رطبوا حتى الناس الكبير لا لا يكون شعر ديما رطب ولكن يدوز واحد المدة لأنه كان شعر مدين فهذا سيضع لك حتى 6 شعر احترتم شعور على حساب نوع الشعر وعلى حساب أنتها بطريقة كيف تتعامل مع الشعر إذا كنت تغسله بشونبون أو صنصفات و تدل له الماسك فهذا سيديوز معك واحد المدة التي هي طويلة وآخر الحاجة التي ستعرفون على البروتين وهذا الشعر مهم بثاف وخليتها الاخراء الذي يجعله الذي تفرش في الاخراء فهذا الشعر مهم بثاف الناس الذين لديهم شعر في الشعر الناس الذين لديهم شعر عندك نسبة كبيرة بشعر فإذا كنت تقوم بحساب بروتين فهذا سيكون تقوم بحسابه في بلك واحد كيف أقول لكم سواء بروتين سواء كيراتين سواء كولاجين سواء بوطوكس يعني أي شيء من هذا فإذا كنت لديك شعر في الشعر ستكون أحد من الله إنه إذا كنت تقوم بحسابه فإذا كنت تستطيع البروتين سيقول لهم يبتلون الأشياء سيقول لهم مارو أو صفر ويقول لهم مهم هو أن يقول مباشرة في الوطاق بيضة هذا في الوطاق اكتبا نعرف هذا النوع لأن يتعرف البلان هناك الكثير من الوطاق على الشرق وليس لا يتعرف أن تخلص الوطاق يمكن أن يكون لديه ضميين في الوطاق ويقول لديه بسيطة لأنه لا يحتاج إلك فهذا الشيء ي pierwszym ستكون لديه لكنك ذلك يجب أن تشرحه لأنه سيكون هذه الوطاق ستشرح له هذا النوع ولكن أحد الأشياء الذي يزوينا في هذا الشيء أنه هذا الشيء بمثلاً لو أنك سفر أو ليلة أو لون آخر فهذا لا يبقى دائماً لك فقط عنده خمس يام أو لساس يام أو يمكننا أن نقول له أحد ثلاثة من الغسلاج أو غسلاج فهذا يتحيي هذا الشيء ويقوله اللون الطبيعي له فهذا الشيء هذا مهم بثافة لأنه بثافة تريكي ومقع هذا الشيء ويقوله لك فلن تكون أعرف هذا الشيء لأنك بشيء وعنده في الشعب ويحاول أن تشرح له هذا الشيء فهذا الشيء الذي كان يخبرنا في الفيديوه ون شاء الله يكون هناك في الفيديو ون شاء الله تكونوا نستفتين منه ون تنسى لايك ومنتركم بالنسبة للناس الذين يريدون أن يتعمقون ويزيدون ويعرفون طريقة الاستعمال والعلومات علىه بزر أراضي أنه يتعرفت الفيديو عليه بزرعة سأخبركم في الوصف ونفعكم بزرعة ونفعكم بزرعة كان معكم زكريا من قناة مبوز الحلقة بيس لكم الله فارمي ترجمة نانسي قنقر